ده على نوعية الأكل هيحصل إيه بقى للسيدة الحامل لو هي خادت النوعيات دي بس براحتها بقى زي ما اتكلمنا كده بتاكل زي ما هي عايزة اتفقنا النقص بدل ما هو بتاكل لتنين أو لتلاتة أو لتلاتة أو لأربعة الإفراد في كل حاجة مش مستحب وخصوصا السمنة ده بتحصل ده من ضمن أسباب السمنة عند السيدات الإفراد في تناول الأكل أثناء الحامل مش بس كده يريدها بتقصر على نفسها بس ده ما قلت لحضرتك الجنين كمان مرتبط بيها فهي مع الإفراد في الأكل هي هيزيد وزنها والجنين اللي جوه هيزيد وزنه ده مش بس هيزيد وزنه ده التاني دي مشكلة في السمنة بعد كده مش بس كده دي هتبقى السبب في أن يحصل لها سكر مع الحامل ويحصل عند الجنين بتاكلها كده طب إيه المشكلة لو الجنين وزنه كبر طب ما هيبقى بيبين تلبس وأمور كده لا طبعا الجنين الكبير ده هيتعرض بعد كده أن يعمل لها صعوبات أثناء الولادة حتى سواء ولادة طبيعية أو حتى عن طريق القيصرية لو البيبي زاد وزنه عن 4.5 كيلو جرام اللي بقول عليه حالات السمنة اللي عند البيبيهات بتبقى فيه مشكلة في الولادة مش بس كده ده كمان هتبقى عنده مشكلة بعد كده لما يتولد لأن البيبي ده نفسه ممكن يبقى عنده مشكلة في أن يحصل له سكر أو مشاكل بعد كده وحضريةك بتشوفي الأحجام دي دلوقتي حتى دلوقتي بنشوف والله طبعا لحد دلوقتي أكيد طيب في فترة الحمل دايما الناس بتقلق من موضوع الأدوية وحتى في الرشتات أو في النشرات بتاعت الأدوية دايما يبقى فيه فقرة عن موضوع الحوامل لازم لازم يقول حياتك لا تستعمله إلا بإذن الطبيب الطبيب المعالج لازم هو المسؤول وعايزين هنا نفرق بين أن أنا ماخدش دوا خالص يعني أنا بيجي لي بعض الناس ما بياخدوش أدوية خاصة يبقوا تعبانين وما ياخدوش أدوية خوف أن الدوا داي يأثر عليهم لا إحنا بنقول ما تاخدش أدوية بدون الرجوع إلى الطبيب أو الطبيبة المختصة خصوصا في فترة الحمل أنا بتكلم على فترة الحمل فترة الحمل والردع وفترة اللي قبل الحمل كمان على أخذ بعض الحاجات زي حمد الفوليك الفوليك أسد ده مستحب يتاخد في الثلاث شهور قبل ما تفكر في الحمل وبعض الأدوية بنمنحها أنها تاخدها زي مثلا انترفيرون اللي هو علاج الحاجات بتاعت الكبد أو زي مثلا فيتامين إي فيتامين إي من الحاجات اللي مش مستحبة أثناء الحمل لأنه بيؤدي إلى بعض المشاكل عند الأطفال والعيوب الخلقين فإحنا هنقول لهم أنه أنت تهتم بالتغذية لكن في بعض الأدوية تتجنبيها قبل الحمل وأثناءه وأثناء فترة الرضاة في بعض السيدات الحوامل بيلجأوا لبعض الفيتامينات والمعادن بدون استشارة الطبيب بالزبط إحنا بنقول أن كل حاجة لازم تبقى مقننة الفيتامين لازم أنت بتجهز نفسك تكوني حامل سواء هي لسه جوزة جديدة فهي أول حمل لها أو بتستعد للحمل يبقى مش كل الأدوية هتاخد زي مضحك فيه حاجة زي الريتونين مثلا هو الفيتامين إي ده الناس بتاخدها علشان الشعر والبشر تجنبها خالص قبل ما نفكر في الحمل في الثلاث شهور الأوائل من الحمل بيفضل أن احنا ما ناخدش الحديد ولا الكالسيوم لكن احنا بناخد الأطعامة الغنية بيها فأنا هتم طبعا بأنها تاخد اللبن خصوصا لبن المبسطر أو لبن المغني كويس هتاخد الزبادي هتاخد الحاجات اللي فيها الكالسيوم هتاخد الأطعامة مثلا زي الكبدة بنقول أن انت بتكليش الكبدة غير مرة واحدة في الأسبوع لأن هي غنية بالفيتامين إي بالرغم أن هي مفيدة في الحديد لكن غنية بالفيتامين إي بننصحهم كمان أن هم ياخدوا الأسماك بكميات كبيرة لكن نتجنب الأسماك الكبيرة زي المكريل اللي بتبقى فيه نسبة عالية من الزئبق لأن يجيب تبقى ضرة بالبيبي ممكن تعمله عيوب خلقية فإحنا مستحب أنها تاخد التونة مرتين في الأسبوع مستحب أنها تاخد الأسماك مرة أو مرتين في الأسبوع زي ما قلت حياتك بس نتجنب الأسماك المملحة زي الرنجة والفيتامين يعني أي حاجة فيها ملحة نحاول نبعد عنها بقدر الإنجان بس يا دكتورة في بعض السيدات الحوامل بيجي لهم صداء بيجي لهم ألام في حدث معينة محتاجين ياخدوا حاجة مسكنة إيه الحاجات المسكنة الآمنة اللي ممكن ياخدوها ولا لازم برضو يلجأوا للطبيب علشان يقولهم ياخدوا إيه وما ياخدوا لازم للطبيب لأن في بعض الحاجات زي مثلا باراستيمول وغيره من دي من الحاجات اللي نحن بنتجيها أثناء الحمل لكن لازم تروح للدكتورة ممكن تبقى عندها حساسية له بعض الناس الإفراط في تناول البراستيمول بيأثر على الجنين هو كمان كل حاجة لازم تكون باستشارة الدكتور الحاجات الأهمة حضرتك من الأدوية كمان الأعشاب المشكلة في تناول الأعشاب طب الدواء مقنن أنا عارفة أن أنا باخد كم ميلي جرام في الحباية دي أو في غيرها المشكلة في الأعشاب وفي الأبيوس بتاعها اللي هو استخدام المفرد اللي هي بقى بتاخد قبل كده حاجات للرجيم اللي بتاخد حاجات مدررة للبول كل الحاجات دي لازم تكون مقننة وبمعرفة الطبيب لأن في بعض المشروبات مثلا ما بننصحش بيها أثناء الحمل زي الحلبة مثلا وزي القرفة من الحاجات اللي مش مستحبة أثناء الحمل فكل الحاجات دي حتى الأعشاب لازم تكون مقننة ولازم تكون بعلم الطبيب ترجمة نانسي قنقر